بعد كده جي كان مسيماني أول ما كنا عايزين نعرف الفكرة لأنه أن أنت تجيب مدير فني إفريقي لأول مرة في تاريخ كرة أو أول مرة في تاريخ النادي الأهلي أفريقي يعني أقصد إفريقي من القرى السمراء يعني من أفريقيا السمراء ويكون متواجد في النادي الأهلي في ظرف زي ده في وقت زي ده كانت فكرة صعبة جدا ولكنها كانت نكحة جدا يعني اتضح بعد كده يعني بص فكرة صعبة هي ممكن تكون ريسك بالنسبة للناس بس في الأول هو كابتن إحنا دايما برضو بنشتغل إزاي إزاي نشتغل على العيمة أن أنت العيمة دايما بتحضر بداية لكل مركز طبيعي أي نادي في العالم بيكون بالحضر المدربين دايما على طول عنده أو النبي مهمة أو دي يعني في أي وقت طبيعي جدا ده طبيعي جدا بتكسب بتخسر ده ألف به ألف به ده اللي بيحصل على طول فالنهارده فايلر طبعا عارف قبل نمشي شوية كان فيه شوية قالق شوية فالكابتن خطيب كان عنده توجه واضح أنه لا إحنا لازم نكون فيه نأمن نفسنا بشكل كبير أنه رح نشوف فيه يكون حد ويكون بديل موجود النبي ده اللي كانوا معرفين وخاصة أنه دونين عنده مشاكمل قوي كانت واضحة يعني الكابتن طبعا كان لما عدنا نتكلم ميلة موجود كان عنده نظر أن المسيماني هو راجل مناسب جدا في المكان ده الفترة دي فطبعا وقتها كان ريسك بالنسبة للناس آه بس لأ مسيماني راجل مسك في سوبر سبورت أو منتخب غير أفريقيا أو في ساند داونز كل ما كان راح عمل بصمة محترمة فيه يعني فكان وقتها شايفينه هو خيار مناسب يعني شكرا شكرا